ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم لماذا أقرأ القرآن؟ إن هذا حرف النون حرف ساكن قبله همزة مكسورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة على شكل تعليقات أسفل هذا الفيديو اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بالإخوة المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامج تيسير قواعل التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق وقبل أن نشرع في الحلقة الرابعة سوف نجيب أولا على السؤال الذي طرحناه في الحلقة الماضية وهو أن علم التجويد يقوم على ثلاثة أركان أو على ثلاثة أسس ما هي هذه الأسس؟ الجواب ببساطة علم التجويد يقوم أولا على إخراج الحرف من مخرجه ثانيا إعطاؤه حقه أي إعطاؤه صفته الملازمة له وثالثا إعطاؤه مستحقه أي إعطاؤه صفته التي تنتج عنه في حال التركيب مع حرف آخر هذه هي الأسس الثلاثة التي يقوم عليها علم التجويد بعد ذلك سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن محور آخر مهم جدا ألا وهو حكم التجويد والذي دفعني إلى الحديث عن هذا المحور أن بعض الناس يعتقدون أن علم التجويد علم لا يستحق أن نوليه اهتماما كثيرا ولو سألت أي إنسان من عامة المسلمين وقلت له ما هو حكم التجويد في نظرك فسيكون الجواب دائرا بين الإباحة والاستحباب وقل ما تجد إنسانا يقول بأن علم التجويد واجب فيترى ما هو حكم علم التجويد بالنسبة لحكم التجويد سوف نقسم الكلام إلى قسمين القسم الأول وهو الحديث عن التخصص والتعمق في أحكام ومبادئ علم التجويد من الناحية النظرية هذا حكمه في الشرع أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل أي إذا كان عندنا بعض العلماء المتخصصين في هذا العلم يبحثون دقائق مسائله فهذا فرض كفائي عليهم لا يجب على الأمة كلها أما قراءة القرآن بالتجويد فهي فرض عين على كل واحد من المسلمين حسب طاقة كل واحد منهم كل مسلم يقرأ القرآن يجب عليه أن يقرأه بالتجويد حسب قدرته واستطاعته وقد دلت مجموعة من الأدلة على فضل ووجوب تعلم علم التجويد وسوف أذكر بعض النصوص والآثار على ذلك نبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في صورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا هذه الآية نص واضح صريح على أن علم التجويد فرض لأن علماء الأصول يقولون أن الأمر عندما يأتي في النص الشرعي فإنه يأتي للوجوب إلا إذا صرفته قرينة من الوجوب إلى الندب وليس في الآية أي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب رتل القرآن ترتيلا وجاء كذلك في صورة القيامة قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرئه جبريل كان يقرأ القرآن بسرعة خوف أن ينساه أو خشية أن ينساه فنهاه الله تعالى عن ذلك وطمأنه بأنه سيثبت القرآن في قلبه ويقول الله سبحانه وتعالى دالا على فضل قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة التي هي علم التجويد يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تأملوا في كلمة تلاوته وتأملوا في كلمة حق التلاوة لا يمكن أن ينطبق عليك هذا الوصف المذكور في هذه الآية إلا إذا كنت تقرأ القرآن بالتجويد أما في الأحاديث فقد دلت مجموعة من الأدلة على فضل وقراءة القرآن بالتجويد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن الذي يقرأ القرآن ويحفظه بالطريقة الصحيحة يقال لقارئ القرآن يعني يوم القيامة اقرأ ورقة ورقة بمعنى اصعد في منازل ودرجات الجنة اقرأ ورقة ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بمعنى أن أجرى الصعود في درجات الجنة لن يتسنى لك أيها الأخ المسلم إلا إذا كنت ترتل في الدنيا إذا كنت ترتل في الدنيا فإن الله تعالى يقول لك يوم القيامة ارتل كما كنت ترتل في الدنيا أما إذا كنت في الدنيا تقرأ القرآن بغير ترتيل فماذا تظن أن يقال لك إذن هذا حديث ينبهك على أهمية قراءة القرآن مرتلا مجودا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن يعني الذي يقرأ القرآن بمهارة وبجودة كما ذكرنا في تعريف التجويد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة في الدرجات العلم للجنة أما الذي يحاول أن يتعلم التجويد حسب طاقته كما قلنا قبل قليل يجاهد نفسه ربما لم يبلغ إلى الدرجة التي يصب إليها لكنه جاهد وحاول على قدر جهده يقال له يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران تأمل أيها المباركون انظروا إلى هذا الفضل في الشق الثاني من هذا الحديث الذي يقرأ القرآن ويريد أن يتعلم التجويد ويجد فيه صعوبة لكنه يصبر ويجاهد وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين أجر تلاوة القرآن وأجر المشقة والصبر التي يجدها أثناء تعلمه للتجويد فبادر أيها الأخ الحبيب واصبر وصابر حتى تكون من الماهرة إن شاء الله سبحانه وتعالى أما من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الفعلية فقد ثبت أن ابن مسعو مسعود رضي الله عنه قال أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة من القرآن حفظ وتعلم ابن مسعود بضعاً وسبعين سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مرتلاً مترسلاً مجوداً فهذه الطريقة سمعها ابن مسعود وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير من الآيات القرآنية ويقول ابن عباس حبر هذه الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وثبت عن جابر بن عبد الله أثر مثل هذا يقول فيه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة أي دعاء صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن الشاهد عندنا هو قول الصحابيين رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة من القرآن إذن النبي صلى الله عليه وسلم باشر تعليم التجويد للصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ القرآن عليهم مجودا مرتلا لأن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم للصحابة القرآن يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب فكل هذه النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة ويعلمهم قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة المجودة ابن مسعود بعد أن تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعلم الناس سمع رجلا يقرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأ ذلك الرجل كلمة الفقراء بدون مد ونحن نعلم أن كلمة الفقراء فيها مد متصل الفقراء يجب أن تقرأه بالمد فابن مسعود لما سمع هذا الرجل يقرأ هذه الكلمة بالقصر أنكر عليه ذلك وقال له أعد أعد هذه الكلمة لو كان التجويد أمرا عاديا وأمرا لا قيمة له لما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على هذا الرجل عدم مده في هذه الكلمة خصوصا أن المعنى لا يتغير سواء قرأت الفقراء بالمد أو قرأتها بالقصر لا يتغير معنى الكلمة فلماذا أمره ابن مسعود بإعادة هذه الكلمة للدلالة على أن علم التجويد لا بد منه عندما تقرأ القرآن وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته المعروفة المقدمة الجزرية يقول رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصار رحمه الله تعالى في شرحه على متن الجزرية قال وقد ذكر بعض شراح الجزرية تعليقا على هذا البيت من لم يجود القرآن آثم أنه قال أي معاقب بترك التجويد داخل في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فتأملوا أيها الإخوة في هذه النصوص وفي هذه الآثار حتى تستشعر أهمية ولزوم تعلم علم التجويد ثم من الأدلة كذلك على أهمية هذا العلم أنه لم يثبت عندنا في أي نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة أو أحدا من التابعين أو أحدا من الآئمة قرأ القرآن بدون تجويد بل كان عندهم شعار يرددونه جميعا وهو أن القرآن أو قراءة القرآن سنة متبعة أي كل واحد يقرأ طالبه على ما أقرأه عليه شيخه الشيخ يقرأ طالبه بالطريقة الصحيحة هذا الطالب يقرأ طالبته بنفس الطريقة وهكذا حتى وصل إلينا القرآن ولله الحمد محفوظا مقرؤا بالطريقة التي قرأ بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المحور الثاني الذي سنتحدث عنه بعجالة وهو امتداد للمحور السابق وهو حكم التجويد هذا المحور الثاني هو واضع علم التجويد من الذي وضع علم التجويد؟ واضع علم التجويد أيها الإخوة من الناحية النظرية يعني من الناحية التأليف فيه وكتابة القواعد وتقعيدها اختلف العلماء في أول من كتب في علم التجويد فذكر العلماء المحققون مجموعة من الأسماء أشهرها ثلاثة أشهرها ثلاثة أولا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى ثانيا أبو عبيد القاسم بن سلام ثالثا الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي هؤلاء العلماء الثلاثة هم أول من ألف في علم التجويد من الناحية النظرية أما أول من طبق التجويد بطريقة تطبيقية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واضع هذا العلم من الناحية التطبيقية وتبعه الصحابة ثم التابعون ثم الأئمة بعدهم لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي في هذه الحلقة بذكر هذين المحورين وقبل أن نختم هذه الحلقة كالعادة سوف أعطيكم سؤالا لتجيبوا عنه في هذه الحلقة ونقرأ إن شاء الله تعالى الجزء الثاني من صورة النبأ بالنسبة للسؤال الأول أذكر آية تدل على فضل تعلم علم التجويد أذكر آية تدل على فضل علم التجويد السؤال الثاني من هو العالم الذي ينسب إليه أنه أول من ألف في علم التجويد بالنسبة للمقطع الثاني من صورة النبأ سنبدأ التلاوة إن شاء الله تعالى من قوله إن جهنم كانت مرصادة إلى آخر الصورة حاولوا أن تستمعوا معي وترددوا معي إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر